ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية بعضهم لديه تاريخ دموي الرئيس الحالي حسن روحاني من التيار المعتدل ينتقده المرشد والمتشددون بسبب الاتفاق النووي والوضع الاقتصادي إبراهيم رئيسي من التيار المتشدد ارتبط اسمه بلجنة الموت التي أصدرت أحكام إعدام بحق الآلاف من المعارضين عام ثمانية وثمانين وعينه خامنئي ساد ضريح الإمام الرضا الذي يعتبر من أغنى الأوقاف الدينية في العالم إسحاق جهنجيري من التيار الإصلاحي يعتبره الإصلاحيون المرشح الداعم لروحاني محمد باقر قلباف من التيار المتشدد هو أحد قادة الحرس الثوري متهم بالفساد واستغلال منصبه كرئيس بلدية طهران حاليا وقد هدد سابقا الرئيس محمد خاتمي بالانقلاب العسكري عليه مصطفى ميرسليم من التيار الأصلي قمع الإعلام خلال توليه وزارة الثقافة في حكومة هاشم رفسنجاني وصرح دائما بأن الإعلام لا يستحق الحرية المرشح السادس والأخير مصطفى هاشمي طبا من التيار الإصلاحي هو رئيس منظمة الرياضة وبعهده تأهل الفريق الوطني لنهائيات كأس العالم عام 98 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر